موسيقى نواصل معكم الحر الليلة من لبنان حيث حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير المقبل موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبنان مشيرا إلى أنه سيدعو إليها سفراء الدول في بيروت هذا وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أمله في أن تكون الهدنة صفحة جديدة في لبنان تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين من الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية وبعد يومين من أعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من شهر يناير المقبل أربعون يوما ستسعى خلالها القوى السياسية لتأمين ثوافق لم تستطع تأمينه خلال 12 جلسة في عامين فشل فيها البرلمان بانتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق سياسي بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه على وخع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة وخصومهم من جهة أخرى هذا وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أمله بأن تكون الهدنة صفحة جديدة في لبنان تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية وهو ما شاطره إياه بر نفسه الذي دعا للإسراع في انتخاب رئيس جديد مشيرا إلى أنه سيدعو صفراء الدول لحضور هذه الجلسة وفي آخر كلمة له قبل وقف إطلاق النار أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيقدم مساهمة فعالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستورية ملف انتخاب رئيس الجمهورية كان الحاضر الأبرذ في اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت حيث أشارت مصادر مواكبة للزيارة إلى أن فرنسا ستساعد في ترميم الدولة على حد وصفه عبر تسهيل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق برنامج إصلاحي وترميم المؤسسات والإدارات وللحديث أكثر معي من واشنطن جوردون جري نائب مساعد وزير الخارجي إلى مركز سابق لشؤون الشرق الأدنى والأستاذ في كلية إيلوت لشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن أستاذ جري أهلا بك برأيك ما هي فرص نجاح هذه الجلسة التي أشار إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية وسط الانقسامات السياسية والحللة التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة أنت على حق في الإشارة إلى الانقسامات داخل البرلمان اللبناني حيث لا يمتلك حزب واحد الأغلبية ثم هناك تحدي التعرف على مرشح يكون مقبولا لكل الأحزاب السياسية المختلفة والمجموعات الطائفية في لبنان وبعد أن قلت هذا أعتقد أن هناك سبب يدعو للتفاؤل الحذر مع وفاة أو موت نصر الله وإضعاف حزب الله سياسيا وعسكريا هناك فرصة متوفرة للقوى المعتدلة في لبنان أن تسود وهناك عامل آخر وهو حقيقة أن الشعب اللبناني بغض النظر عاما لو كانوا سنة أو شيعة أو مسيحيين مارونيين لقد سائموا جميعهم من الجمود الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية وكل الأطراف ستنخرط في اختيار الرئيس وستكون خاضعة لهذه الإرادة الشعبية وهي انتخاب رئيس على ذكرك لحزب الله والوضع المتغير داخل هذا الحزب الأمين العام الحالي نعيم قاسم كان أشار إلى أنهم سيساهمون في تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهوري هل تعتقد بأن الأحزاب الأخرى في مقابل حزب الله وحلفائه يستطيعون بالفعل تمرير كلمتهم في هذه المرحلة أم أن للحزب والحلفاء الصوت القوي ما زال موجودا في لبنان وهو يحدد سياسات هذا البلد أعتقد أن حزب الله لا تزال لديه أو لا يزال لديه صوت قوي في اختيار الرئيس على الرغم من أنه هزم من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية السياسية إلا أنه لا يزال قوة يعتد بها في السياسات اللبنانية وهذا لن يختفي قريبا ولكن أعتقد أن هناك فرصة لاختيار رئيس والتعليقات التي ذكرتها أنت بالنسبة لحزب الله واستعداده للعب دور فعال في اختيار الرئيس هذه تؤشر إلى الاستعداد للعب دور بناء في العثور على رئيس وحقيقة أن رئيس مجلس النواب نبيه بيري الذي نراه على الشاشة الآن حقيقة أنه أعتقد أنه يحظى بثقة حزب الله وحقيقة أنه يدفع باتجاه جلسة التاسع من يناير لاختيار رئيس هذا كله يؤشر إلى أن حزب الله لن يعرقل التوصل إلى إجماع بشأن مرشح رئيسي كنا نتحدث قبل قليل مع ضيف آخر حول جهود مساعدة الجيش اللبناني كذلك جهود الإعمار في الجنوب الذي تعرض تعرضت قرى كثيرة منه إلى التهديم والقصف والتخريب وما شابه فبالتالي غياب رئاسة الجمهورية وهذا المنصب في لبنان إلى أي مدى يعرقل الجهود الدولية للثقة بلبنان لمساعدة لبنان وإعطائه التمويل المطلوب نعم نعتقد أنك أشرت إلى عامل مهم خاص ب جذب لبنان للمساعدات الخاصة بالإعمار أو تعزيز القوات المسلحة اللبنانية ولكن أيضا هذا سبب مقنع للأطراف المختلفة والأجنحة المختلفة أن تلتأم سويا وأن تختار رئيس خاصة أنه سيكون من الصعب جدا على لبنان أن يجذب نوع مساعدات الإعمار التي يحتاجه وإذا لم تكن هناك حكومة مستقرة المانحون سيقولون وهذا مفهوم أنهم مستعدون للمساعدة ولكن يجب تنظيم الأمور الداخلية التقديرات التي رأيتها من البنك الدولي هي أن هناك حاجة إلى ثمانية ونصف مليار دولار لازمة لجهود الإعمار والكثيرون في المجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج مستعدون لتقديم مساهمات ولكن فقط بعد أن يروا استمرارا لوقف إطلاق النار وعزم لبناني متجدد لإنهاء الجمود واختيار رئيس أنت أشرت إلى هذه الدولة التي تريد أن ترى هذا الاستقرار في لبنان الولايات المتحدة الراعية الرسمي للاتفاق ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هل هي تربط الدعم للبنان بمسألة شغل منصب رئيس الجمهورية بمعنى أن يكون هناك رأس للدولة تستطيع أن تتعامل معه الولايات المتحدة من أجل تسهيل تمويل لبنان سواء عن طريق الولايات المتحدة أو الحلفاء الراغبين بذلك أعتقد أو أنظر على المسألة من منظور مختلف قليلا وهو أن الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس موعدها التاسع من يناير وفي العشرين من يناير دونالد ترامب الرئيس المنتخب سيعود إلى البيت الأبيض أو المكتب البيضاوي والسؤال هنا إلى أي درجة إدارة ترامب الجديدة ستكون مستعدة لتوفير التمويل للحكومة اللبنانية من أجل الإعمار أنا لم أرى أي تصريحات سياسية من جانب أو من فريق الانتقال التابع للرئيس المنتخب ومن الصعب أن نقيم ماذا سيحدث يمكن أن نحاجج بهذا الشكل أو ذاك وإدارة ترامب لا تهتم كثيرا بتوفير مساعدات أجنبية بشكل عام من ناحية أخرى هذا يعزز الجيش اللبناني ويساهم في جهود الإعمار في الجنوب والإثنان سيؤديان إلى أمن أكبر في جنوب لبنان وبالتالي تهديد أقل لإسرائيل لأن الدفاع عن إسرائيل هي أولوية كبرى بالنسبة لإدارة ترامب ثم هناك عامل آخر أضيفه وهو أن أصغر بنت من بنات الرئيس تيفني حماها أو والد زوجها هو أمريكي لبناني وإذا كانت التقارير الإعلامية صحيحة فإنه تحدث مع الرئيس المنتخب بشأن قضايا مثل لبنان هذا عامل آخر علينا أن نراقبه أيضا أيضا لا يفوتني أن أسأل عن المسألة المستمرة الشائكة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وهي مسألة ترسيم الحدود البرية لبنان ما زال يعتقد بأن هناك مناطق تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وبالتالي إلى أي مدى سيسهم وجود رئيس للجمهورية بهذه القضية أفترض أن هذا سيكون على أجندة الرئيس اللبناني المنتخب ولكن لا أعتقد ولا يجب أن تكون أولوية كبرى الأمم المتحدة رسمت الحدود وهناك مناطق خاضعة للاختلاف أو متنازع عليها ليست كبيرة والمجال المهم الخاص بقرار مجلس الأمن 1701 والذي يجب أن ينفذ هو التأكيد من جديد على سيطرة الحكومة اللبنانية المركزية على المنطقة ما بين الليطان والحدود اللبنانية لو هذه المنطقة آمنة على المدى الطويل وأي اختلافات بسيطة بشأن الحدود المرسومة يمكن وسيتم تسويتها بنوايا صادقة من الغريب بالنسبة لي أنك تعتقد أن مثل هذا الأمر ربما لا يكون من أولويات الرئيس الجديد خصوصا أن مسألة الأراضي بالنسبة لللبنانيين والحجة التي يسوقها حزب الله في عسكرة عناصره في هذه المنطقة هو الاسترجاع هذه الأراضي وبالتالي إذا ما أرادت إسرائيل أو الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في لبنان فيجب أن يكون هناك ترسيم لهذه الحدود لإعطاء الأراضي لمستحقيها وبالتالي ينقفل هذا الملف إلى الأبد أليس كذلك؟ نعم علي أن أشير إلى أن هناك بالفعل حدود مرسومة والقضية أو الموضوع هل حزب الله سيقبل هذا الخط المرسوم على المدى القصير الأولوية هي لإعمار الجنوب واستعادة السلامة والأمن للناس في الجنوب وهم يعودون إلى بيوتهم ويقومون بالإعمار نعم أنت على حق في أي وقت هذه القضايا الحقيقية سواء كانت سياسية أو لا يجب التطرق إليها إذا أردنا استقرار على المديين الأوسط والطويل شكرا لك على هذه المشاركة من واشنطن جوردون جري نائب مساعد وزير الخارجية لمركز سابق لشؤون الشرق الأنباء